نستهله بالشأن السياسي حيث أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماع طارئ عقده اليوم الأربعاء أعلن إقرار حالة شغور منصب رئيس المجلس وأعلن المكتب في بيان صادر عقب الاجتماع الذي ترأسه النائب الحاج العايب بصفته الأكبر سنا في المجلس حالة الشغور نتيجة للوضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلة للبرلمان وشل الجميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب وهم 351 نائبا صحب الثقة من رئيس المجلس السعيد بحجة ومطالبته بتقديم استقالته كما قرر المكتب اختار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور وذلك في أجل أقصى أسبوعا واحد وفي هذا الصدد يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوبا لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية وتعد هذه اللجنة أو تعد تقريرا عن إثبات حالة الشغور يعرض في جلسة عامة للمصدقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سنا من غير المترشحين نظرا للرفض الرئيس المجلس الشعبي الوطني لإصغاء أغلبية النواب الذين انتخبوه في 23 مايو 2017 نظرا لانسداد ناتج عن هذه الوضعية واستمرار شلل جميع النشط المجلس الشعبي الوطني وأمام هذه الأوضاع استثنائية وطبقا للمادة عشر من نظام الداخل المجلس الشعبي الوطني حرر المكتب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية المطلقة أولا إقرار حالة شغور منصب رئيس مجلس الشعبي الوطني ثانيا اختار اللجن شؤون القانونية والإدارية والحوريات بهذا القرار لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور وذلك في أجل إقصاء أسبوع واحدا اشتركوا في القناة